توجه الناخبون في البرازيل إلى صندوق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد في انتخابات تشهد منافسة قوية بين الزعيم اليساري البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس اليميني الحالي جايير بولسارنو وفي تصريحات له قال دا سيلفا إنه قادر على مساعدة البلاد للعودة مرة أخرى إلى قوتها وطبيعتها قبل أربع سنوات لم أستطع التصويت حيث تم احتجازي من قبل الشرطة الفيدرالية في يوم الانتخابات بعد مضي أربع سنوات على هذه الواقعة الآن أنا أدلي بصوتي في الانتخابات مع الاعتراف بحرياتي الكاملة وإمكانية أن أكون مرة أخرى رئيسا لهذا البلد ومحاولة مساعدته على العودة إلى طبيعته من جهته أدل الرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسارنو بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كلمة له دعا بولسارنو البرازيليين إلى المشاركة بفعليه في هذه الانتخابات مشيرا إلى أن صوت الشعب يحمل أهمية كبيرة وأوضح أنه تم العمل من أجل إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب البرازيلي موسيقى 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 انتخابات رئاسية تشهدها البرازيل يتنافس فيها أبرز مرشحي البلد الرئيس اليميني المتطرف جايير بلوسونارو مع مرشح اليسار الرئيس السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا ودعي أكثر من 156 مليون برازيلي إلى التصويت في البلد التي تقع في أمريكا اللاتينية وفي السادسة والسبعين من عمره يسعى لولا دا سيلفا رئيس البلاد من 2003 إلى 2010 والعامل السابق في قصاع المعادن وصاحب المسيرة الاستثنائية لولاية جديدة ثالثة تؤمن له عودة لم تكن متوقعة بعد أربع سنوات من سجنه المثير للجدل لشبهات فساد في المقابل ترجعت شعبية الرئيس اليميني المتطرف والبالغ من العمر 67 عاما بسبب أزمة كورونا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعاني فيه أكثر من 30 مليون شخص من الجوع لكن بلوسونارو ما زال مقتنعا بأنه سيعاد انتخابه وللفوز في الجولة الأولى يجب أن يحصل مرشح على أكثر من 50% من الأصوات المحتسبة التوتر بين المرشحين كان ملموسا وسط تبادل لولا دا سيلفا وبلوسونارو لاتهامات ويبدو أن نقل السلطة قد يكون أكثر صعوبة في حال فوز مرشح اليسار لولا دا سيلفا إذا استمر أسابيع طويلة قبل تنصيبه في الأول من يناير وفي هذا الإطار اعترف لولا دا سيلفا بمخاوف من حصول اضطرابات خلال الفترة الانتقالية لتسلم السلطة يأتي ذلك فيما أعطى جاير بلوسونارو إشارات عدة لأنه قد لا يعترف بالنتائج في حال هزمته ملمحا لمخاطر حصول تزوير دون أن يقدم أي دليل على ذلك موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر